أهلا وسهلا بكم أصدقاء ومتابعي قناة المجتمع الكنسي موضوعنا النهاردة أسرة الفتاة المختفية ميرنا برسوم عزيز تطالب قداسة البابا توادروسي الثاني بالتدخل السريع ياريت في البداية دعم القناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار كل الفيديوهات الجديدة للقناة طالبت أسرة الفتاة القبطية القاصر المختفية ميرنا برسوم عزيز الطالبة بالصف الثاني السنوي بالتدخل السريع من قداسة البابا توادروسي الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة الماركوسية وذلك لمساعدتهم في عودة ابنتهم القاصر والمختفية من ظهر يوم الخميس الماضي وتم تحرير محضر في اسم الشرطة يوضح أن ميرنا 16 سنة من مركز ساملوت بلمينيا وكانت في طريقها للدرس بتاعها وتم السؤال عليها عند أصدقائها ولكن دون جدوى ولم تعود حتى الآن وقد سادت حالة من الهدوء بقرية العمودين بمركز ساملوت بلمينيا اليوم بعد أحداث الأمس عقب تجمهر المئات من أقباط قرية العمودين مركز ساملوت المينيا وذلك للاحتجاج على اختفاء الفتاة القاصر ميرنا برسوم عزيز من ظهر يوم الخميس الماضي وكانت الشرطة قد ألقت القبض على 22 قبطي أثناء التجمهر وتجري المساعة حاليا للإفراج عن المحتجزين في إطار محاولة تهدئة الأوضاع بقرية العمودين وقد طمأن مصدر أمني بالقرية بشأن الفتاة القاصر المختفية ميرنا برسوم عزيز إنها قد تم رصدها وقريبا ستعود لأسرتها بعد استفاء التحقيقات والإجراءات القانونية نصلي من أجل عودة الفتاة المختفية القاصر ميرنا برسوم عزيز سالمة لأسرتها والبيتها وأن يعطي سلام لأفراد أسرتها وأن يسود الأمن والسلام في القرية وأن يحفظ بلدنا مصر ويحفظ كنيستنا آمين